الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها مع مروتانيا وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع مروتانيا جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الدفاع المروتاني حانن ويل سيدي وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تسلم رسالة نصية خطية من الرئيس المروتاني تضمنت التأكيد على تعزيز علاقات التعاون خاصة على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب أكد الرئيس الأوكراني فلودمير زلنيسكي أن الوضع على الخطوط الأمامية الشرقية البلاد يزداد صعوبة مع تكتيف القوات الروسية هجومها وفي خطاب له قال زلنيسكي أن القوات الروسية زادت في العمليات الهجومية على الجبهة الشرقية لأوكرانيا مشيرا إلى أن الروس يحاولون تحقيق مكاسب يمكنهم التباهي بها في الذكرى الأولى للحرب في الرابع والعشرين من فبراير الجاري اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية تتقدم بمحيط بخموت برغم خسائرها كما تحاول خرق القطوط الدفاعية في ريمان وسط معارك عنيفة في الشرق الأوكرانية يأتي ذلك فيما أعلنت قوات موالية لروسيا تحرير بلدة ساكو وفانتيزي الاستراتيجية في بمهورية دونيتسك أعلنت كوريا الشمالية أنها غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة كما هددت باستخدام القوات النووية الصاحقة في أي مواجهة مستقبلية وفي بيان لها قالت وزارة خارجيات كوريا الشمالية أن التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة ودول بالمنطقة دفعت الوضع إلى أقصى الخطوط الحمراء مما يهدد بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة دعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان لإضراب عمالي عام يوم الأربع المقبل على سائر الأراضي اللبنانية وشدد المجلس على ضرورة الضغط لأعادة تشكيل السلطة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات وإصلاح القضاء ووضع خطة تعافن اقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية وصحية كما دعا المجلس كافة الاتحادات التابعة له للمشاركة في هذا اليوم وجعله يوما وطنيا وتعبيرا عن الرفض القاطع لكل ما وصفه المجلس بسياسات الإفقار والتجويع وأكد المجلس أن أهم مطالب الإدراب هو توقف جنون ارتفاع أسعار صرف الدولار وارتداداته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال كرر مجلس الاحتياطية الفدرالية الأمريكية رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 4.5 و 4.75% لكبح الضغوط التدخمية التي يتعرض لها اقتصاد الولايات المتحدة وعقب قرار رفع الفائدة مباشرة تراجع مؤشر داونغانز الرئيسي بالبرصة الأمريكية في التعاملات المتأخرة بمقدار 337 نقطة ليصل إلى مستوى 33.748 نقطة فيما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 20 نقطة مسجلا مستوى 4.055 نقطة رياضيان تأهل النادي الأهلي إلى الدور الربع النهائي بكأس العالم للأندية بعد فوزه الكبير على فريق أوكلان سيتي النويزلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد تانجا الكبير وذلك في إطار الدور الأول بمونديال الأندية والمقام في المغرب حتى 11 من فبراير الجاري سجل ثلاثية الأهلي كل من حسين الشحات في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة السادسة والخمسين وبرستاو بالدقيقة السادسة والثمانين وسيواجه الأهلي في الدور الربع النهائي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي يوم السبت المقبل على ملعب تانجا الكبير علما بأن الفائزة منهما سيواجه ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي يوم الأربع المقبل تأهل منشستر يونيتد إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بعدما قرر فوزه على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد في مباراة الإياب في أولد ترافورد وتفوق يونيتد بالذلك في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة خمسة أهداف دون رد ليتأهل لمواجهة نيو كاسل يونيتد في المباراة النهائية في استاد ويمبلي في السادس والعشرين من فبراير الجاري مشاهدينا انتهى موجز أثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل